موسيقى طالبت نقابة المكاتب العقارية دائرة الأراضي والمساحة بعدم أسماح للمكاتب العقارية غير المرخصة ممارسة العمل وأوسط النقابة خلال ورشة العمل التي نظمتها وشاركت فيها جموع الجهات المختصة من القطاع العقاري على تعزيز ثقة المواطن بالمكاتب العقارية والتوصية بتخفيض الرسوم وعادة النظر بسعر الأساس كل ستة أشهر وأكد النقيب خليل أنعيمات أن المكاتب العقارية وجدت من أجل تنظيم القطاع من خلال التعاون مع الجهات المعنية وتجيعها على وضع القوانين والأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع وساطة العقارية والمهن المساندة له والمتصلة به ووعدت دائرة الأراضي والمساحة بإشراك المكاتب العقارية بدورات تدريبية على نفقتهم وتثبيت الوكالة والرسوم بنفس المدة واقتطاع رسوم رمزية نحن هنا في بعض المشاكل تعترضه فهذه الورشة كانت عبارة عن لقاء مفتوح مع عطوفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة والمسؤولين بهذا القطاع حتى نستطيع أن نذلل هي العقبات ونشط سوق العقار ونشوف المسببات اللي وراء هذا القطاع نتمنى على مدير عام دائرة الأراضي والمساحة هو أصحاب القرار أن يكون التعامل مع دائرة الأراضي والمساحة تقدم المعاملة فقط من قبل أصحاب العلاقة اللي هم الأصول والفروع فقط والباقي يكون عن طريق المكاتب العقارية المرخصة في المملكة وذلك في تنظيم هذا القطاع اللي ما فيه ساعات يحدث فيه فوضى أو تزوير وما شابها ذلك وثاني إن إحنا صراحة فيه عنا أمور هي تسريع معاملات التسجيل التقدير مثلا بيكون بمرحلة واحدة ليس بثلاث مراحل التقدير يعني هذا يوجد مشقة على المستثمر وعلى هذا القطاع طلباتنا هي إنه إيقاف أي شخص بيشتغل بالعقار بدون ترخيص من دائرة الأراضي والمساحة وعمالهم بيشتغلوا بالعمليات البيع والشراء اشتركوا في القناة